لو جينا نتكلم على منصة زي منصة ناتفليكس ناتفليكس استماعت كتير ان هي في كل عمل بيتقدم لها عشان تنتجوا هي بتشترط ان يكون في قصة حب للمثليين يكون في حاجة عنصرية شوية لازم هي بتشترط ده في العقد للناس برايحة عشان هي تنتجوا بس ما هو ده اللي هو بيكلمك ان احنا مش عايزين نعمل تمييز دول بشر برضو المثليين دول بشر هو دي الخطة ان يكلمك بهذه الطريقة ولكن احنا بنتكلم على الخطة الكبرى اللي بتتعامل احنا بنشربها يعني احنا بناخدها كده ما بنفكرش فيها كويس يعني تخيل لما يبقى في تدريب تدريب ممنهج على بيع الاوطان يقولك بيع وطنك وطنك ده لا يمثلك شيء انت وطن انت وطن يعني اتنقل في كل مكان هو شو بعايز يلغي حاجة اسمها بلدان او اوطان يعني فدا العدو كان بيصرف عشان يعديكي يعني النهاردة بيستخسر فيك الرصاص والقنابل وتجيش الجيوش ليه 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 الاسهل ليه ان يحتل عقول شبابك وولادك يضمر بيها المجتمع اللي عايز يتضمر ده مفيش اجمل من كده طيب التكنولوجيا العظيمة دي اللي اختراعها مين هم اعدائك هم الاختراع التكنولوجيا عظيمة مضبوط اختراعوها ويجيدوا استخدامها ولكنه يصدروها للشعوب السافهة الاستهلاكية اللي تستاهلك اي حاج تقف في طوابير يعني تقف في طوابير عشان حاجة تفهى فده اللي حصل ان ولدنا ومعظمنا كلنا بال 12 و 16 ساعة تليفون لايه فارق اجسامنا ايه لزق في صوابعنا وفي عيوننا ادمان ادمان بقى ادمان ادمان ده يفرح اوي من اللي بيجمع 34 مليار في السنة اللي هو ماسك السوشيال ميديا الانستجرام وتويتر ومسينجر وكل الوسائل دي اعمل شيء تافه هتبقى ترند يجيبوا واحد تخين مقلبس وبكرش يقعد يرقص يموت على روحهم الداع صديقتي النهاردة على السوشيال ميديا في مصر انتي لا بص الإنجازات ولا بص لما هو قادم ولا بتتحضري لما هو قادم أو لما شكلك إيه اللي قادم انتي بتتفرجي انتي بتتفرجي على إيه يطلع لك ست شكلها قبيح قوي طبعا ده بيشغلوا كمان في الآتر عشان يعجزوها قوي قولك تخيل هذه العجوز الشمطاء كانت نجمة سينما عظيمة في بلدنا وكان لها معجبين شوفوا الفرق حصل زي إيه اللي حيفدني أنا مالي يعني إيه اللي حيفدني لما تعملوا ده ده بيحقق ترندات وتعجزو تدواري مين دي الممثل عشان تعرفيها الفضول هو ربا فيك فكرة الفضول عشان انت سألت سؤال في البداية بس صحة جدا الفكرة إزاي يخلص من السبع مليار لا الإنسان بيعمل كل شيء يضمر هذا الكون يضمروا يفجروا فيه دكتور مصري اسمه منير الحسيني جامعة القاهرة درس يعني انقاذ التكنولوجيا اتكلم وكشف عن استخدام أمريكا لغاز الكيميترل هذا الغاز المدمر بيعمل ايه؟ بيغير طبيعة الخالق سبحانه وتعالى في الجو والطقس والمناخ وازبت انها قلقت هذا الغاز على كوريا الشمالية من عدة أعوام خلت الدرجات الحرارة عليا وما فيش مطر منعت المطر هقولك ده ليه؟ وعملت جفاف في الأراضي الزراعية وفسد كل الزراعات وخصوصا الأرز لعبة تجارية بين الدول العداء النهاردة بقى في اتجاه تدمير هذا الكون المصانع الكثيرة تتكلمي في حاجة المناخ والصناعات دي لازم تبقى فيه تعديل أنظمتها علشان الغاز ثاني كوسيد الكربون دي يزداد في الجو بفضاعة نسب مرعبة فتلاقي العلماء بقى الأدامة اللي في القرن الثمنتاشر السبعتاشر فأواخرس القرن الثمنتاشر وكده وبدأت القرن التسعتاشر العلماء اللي كانوا حسنين نية جدا يعني واحد زي تسلا ايه تسلا ده مهندس كهرباء كهرباء وهو اللي وقف قدام أديسون وطور الطيار الكهربائي خلاه طيار متردد مش طيار سابت والطيار المتردد ده وصلوا انه يعمل كهرباء تنور العالم ببلاش مين اللي وقف له؟ كل رجال الأعمال هم هم ولكن وقفوا له ليه؟ لا نحق يعني هيخلي الكهرباء ببلاش هما بيستفيدوا بالكهرباء الزبط الزبط تطور الموضول دلوقتي لحد فين؟ هو دلوقتي تطور دلوقتي يقدروا يعملوا ايه دلوقتي؟ هو بقى اللي حصل ان تطورت الأبحاث دي وبعد ما مات تسلا كمان طلعوا كل الاختراعات اديسون طبعا حربه لانه ضمر له الطيار السابت بتاعه وحرق له مكتبه وحرق كل الاختراعات بتاع ده حدوتها جميلة وانا نفسي ألعب الشخصية دي وإنما هو سابر وابتلاقي يتذكر كل المعادلات وكل الاختراعات طلحة وعمل أول مولد طيار كهربائي متردد في شلالات نيالجرا مين اللي ساعده؟ وستينجهاوس جورجي وستينجهاوس ده رجل كان مهتم بتسلق أوي باختراعاته ووقف جنبيه اللي حصل بعد كده ايه بقى؟ انه استطاع انه يستغل البرء والرعب والموجات الكهربائية اللي في السماء يعني اللي في الجو ازاي يستغلها ويعمل تردداته وهو كان بيخشى الحروب او استخدام اختراعاته في اليوش في الحروب او كده ولكن حصل حصل النهاردة يستطيع ان يصنع زلزالا في اي مكان ايوان هنقف بقى عند الحتة دي امريكا سنة 25 خاضرة ان تحقق زلازل في اي مكان هي عيزة متوجهة ده نتيجة حتى المنظومة بتاعتهم يعني لو اتكلمنا عن الزلزال الاخير اللي حصل في تركيا وفي سوريا نقدر نقول او فيه تكهنات بتقول انه ده زلزال مصطنع مش حقيقي معمول خلي بقى يا كنتمش بتكلمي عالم يعني ما قدرش اغزل احنا بيقول لا ما قدرش نغزل طبعا انا ما قدرش نغزل انما اللي بيتقال انه حيلاحق هذه الزلازل زلازل اخرى ليه؟ لانه حصل تبجير كهرومغناطيسي القشرة الارضية اللي انا قريت عنه يعني هي من 15 ل 27 كيلو القشرة بتفاوت حصل تبجير كهرومغناطيسي على بعد 15 كيلو في القشرة الارضية دي بتعمل ايه؟ الصفاح الارضية دي اللي هي بتعبت فرتكها وبتعمل اختلالات اللي بتسبب السونامي الرياح تغيير الرياح الامطار الشديدة او الجفاف الشديدة النسيجة حرارة جامدة بتحقق الزلازل الزلازل كانت مرتبطة بالبراكين شوية وحاجات زي كده زمان يعني النهاردة الزلزال بلا اي مر كانوا بيعملونا خرايط يقولك ده ده خط زلزال موجود بيحصل في كل موسم ومعروف مين اماكن الزلازل اصنع لا دلوقتي اللي عرفو بالقطع سنة 25 ده ما تنويه امريكا اعلن السلاح الجوي الامريكي اللي هو منظومة هارب اللي بيكلموا عليها قالك من الفين خمس وعشرين نستطيع ان ننال اي مكان في الارض بالزلازل والبراكين وتبجير البراكين وانطار غارقة او جفاف اللي بيحصل اشتركوا في القناة